موسيقى يا خيبة من اتبعك والكلام للذهبي لتلميذ ابن تيمية وقد انقلب عليه يقول له يا خيبة من اتبعك فانه معرض للزندق والانحلال لا ننسى لاحظ عندما تقرؤون كتابات الذهبي هذه الكتابة وهذه الرسالة اتت في اخر حياته ونقلت من كتابه بالمباشر من خطه من كتابه من جلده وامضاها العلماء الفقهاء القضاة في اخر حياته انقلب عليه ادركته التوبة فلذلك نرى في كتابات الذهبي ما يسبق التوبة عندما كان على الخط التيمي التكفيري الارهابي التدليسي وما بعد التوبة يقول يا خيبة من اتبعك فانه معرض للزندق والانحلال يا اتباع ابن تيمية لست انا من اقول وانما الذهبي يقول انكم زنادقه يا زنادقه على قول الذهبي الذهبي هذا امامكم يقول انتم زنادقه يا اتباع التيمية يقول يا خيبة من اتبعك فانه معرض للزندق والانحلال ولا سيما اذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا ممن يقول بان الارض مسطحة وبان الشمس تدور حول الارض فيتكون وينشأ الليل والنهار هؤلاء زنادقه الذهبي يقول امام التيمية يقول هؤلاء زنادقه يا خيبة من اتبعك فانه معرض للزندق والانحلال ولا سيما اذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا يقول لكن هؤلاء البهائم هؤلاء الزنادقه يقول له هؤلاء زنادقه ينفعونك يقول لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه فهل معظم اتباعك الا قعيد مربوط خفيف العقل يا اتباع ابن تيمية هذا هو وصفكم هذه حقيقتكم يقول فهل معظم اتباعك الا قعيد مربوط خفيف العقل او عامي كذاب بليد الذهن او غريب واجم قوي المكر او ناشف صالح عديم الفهم فان لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل يا مسلم يقول ابن تيمية يا مسلم اقدم حمار شهوتك لمدح نفسك هذا توجيه العبارة كما وجدت في المصدر هل اتبعت حمار شهوتك هذا حمار الشهوة الذي يمدح النفس والذي مدح نفسك هل تتبع هذا هل تقدم هذا هل تصدق بهذا يا مسلم اقدم حمار شهوتك لمدح نفسك الى كم تصادقها وتعاد الاخيار الى كم تصدقها وتزدري بالابرار الى كم تصادق النفس والشهوة وحمار الشهوة الى كم تصادقها وتعاد الاخيار الى كم تصدقها وتزدري بالابرار الى كم تعظمها وتصغر العباد الى متى تخاللها وتمقط الزهاد الى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله احاديث الصحيحين يا ليتى احاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والاهدار او بالتأويل والانكار لاحظ هذا الذي نقول لكم التفت جيدا لاحظ الذهب يقول له انت يا تيمي يا ابن تيمية لا تعترف حتى بالصحيحين في كل وقت تغير على الصحيحين بالتضعيف والاهدار اذا لاحظ هذا هو النهج الذي يختلف عن نهج الصحابة هذا هو نهج التكفير نهج الارهاب نهج النفاق نهج التدليس يا ليتى احادي الصحيحين تستن منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والاهدار او بالتأويل والانكار اما أنا لك ان ترعوي اما أنا لك ان ترعوي اما أنا لك ان تتوب وتنيب اما انت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل انت في عشر السبعين في السبعين من عمرك وقد قرب الرحيل متى تتوب بلأ والله يكمل يقول بلأ والله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت أخذ سك الحياة والبقاء والخلود من الرب الشاب بالأمرد يقول بلأ والله يقسم يقول بلأ والله ما أذكر أنك تذكر الموت لم أسمع منك أن تذكر الموت بل والله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت فما أظنك تقبل على قولي ولا تزغي إلى وعضي بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول لك البت سكت أو ليته سكته فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد فكيف يكون حالك عند أعدائك وأعدائك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم كما أن أولياءك فيهم فجرة والكذبة والجهلة والبطلة وعور وبقر والكلام للذهبي قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالة سر رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي أهدى إلي عيوبي فإني كثير العيوب غزير الذنوب الويل لي إن أنا لا أتوب وفضيحتي من علام الغيوب ودواء عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى مقتبس الذهب